آخر جزء في حلقة النهاردة هنقول فيه صح ولا غلط صح ولا غلط اللي طبعاً بينقوله دايماً في صيغة سؤال صح ولا غلط تجويع الطفل عن الرضاعة يعني إن الطفل يبقى بيرضع مامتو بقى تيجي إيه تقول أنا هجوعه مش هردعه عشان يتشجع على الأكل لما يبقى هو بقى إيه عدى الشهر السادس يا دارة ده صح ولا غلط والإجابة طبعاً غلط لأن الهدف من تجارب الطعام الطعام بيبدأ من بعد نهاية الشهر السادس بيبدأ من بعد نهاية الشهر السادس ودي سمع تجارب الطعام تجارب الطعام الهدف منها مش زيادة الوزن ولا أن الطفل يأكل كويس الهدف منها أن الطفل يتعرف على الأكل يعني يدوق بالمعنى الحرفي يدوق مش مطلوب أنه يأكل مش مطلوب أنه يخلص الطبق مش مطلوب أنه يخلص المعلقتين اللي حديك حطتيهم خالص هو مطلوب أنه يجرب أكبر كم ممكن من الأطعمة المتاحة له بحسب عمره عنده ست شهور عنده سبع شهور عنده ثمان شهور ملوش علاقة خالص بالوزن يبقى اكتساب الطفل للوزن الطبيعي اللي مطلوب منه مسؤولية الرضاعة مش مسؤولية الأكل في الفترة دي كمان فيه مصطلح أو حاجة اسمها الأمان النفسي للرضاعة يعني أن الطفل بيشعر بسبب الرضاعة بالأمان النفسي بيشعر أنه هو لما بيجوع هو خلاص دي مركز التواصل أو نقطة التواصل بينه وبين سد احتياجاته الغذائية فلما الطفل يبقى جعان وحس أن احنا متجهلينه ده بيعمل عنده لخبطة وتشوش وبيتدايق جدا وإحنا في الآخر زي ما بنقول دي حاجة ملاش أي فايدة ولا أن احنا نجوعه دي حاجة أخلاقية ولا حاجة إنسانية ولا ليها فايدة أو مرضوط طبي يعني كل الموضوع لخبطة في لخبطة من الأول يبقى الطفل يرضع زي ما هو عادي خالص وتجاره بالأكل دي بتتعمل والدنيا تبقى ماشية كويس ونخلي الطفل زي ما بقول الحصول على الوزن المطلوب له بحسب عمره تسع شهور تمن شهور عشر شهور سنة وهكذا دي مسؤولية الرضاعة سواء كانت طبيعية أو صناعية ترجمة نانسي قنقر